مشاهدين الكرام دعونا نعود مرة أخرى للنقاش والقراءة حول مرور عام على طفان الأقصى وحرب الإبادة التي تشن من قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت خلال هذا العام على فلسطين على غزة والآن انتقلت كما رأينا وتابعنا على لبنان أيضا في هذا السياق يضم إلينا هنا في استوديو الجزيرة مباشر المفكر العربية سيد منير شفيق رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج سيد منير أهلا بك معنا نسعد دائما دائما بوجودك هنا معنا في استوديو الجزيرة مباشر طيقة دعني أبدأ من فكرة العام من الجانب اللبناني يعني من نهاية العام إسرائيل لم تتوقف عن قتل الفلسطينيين وعن الإبادة الجماعية في غزة نهائيا لكن الجديد أنها الآن تمارس مثل ما مارسته في غزة تمارسه على لبنان ما الذي يعنيه هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أن الكيان الصهيوني الآن يشعر خصوصا بالنسبة إلى لبنان أنه آن الأوان ليبطش بالأهالي وبالمدنيين وبالعمار كما فعل بغزة لأن ذلك يرجع لأسباب تتعلق بفشله العسكري يعني لو كان هو قادر أن يحسم الصراع في غزة عسكريا لما لجع إلى قتل المدنيين والارتكاب الإبادة وهو كذلك الآن في لبنان عندما شعر أن هجماته بدأت بالإغتيالات وبدأت بالكريبر وكل هذه القضايا الآن بدأ ينتقم الأهالي ويحاول أن يدمر بقدر ما يستطيع وبالتالي أعتقد كلما رأيت الكيان الصهيوني يغرق في قتل المدنيين تأكد أنه يعكس فشلان عسكريا وسياسيا في الميدان لكن اسمحني هناك من يطرح طرح آخر يقول لك وصف ما يقوم بين الاحتلال الإسرائيلي أو إجمالا يعني بالفشل هذا على الأقل أرض الواقع تقول عكس ذلك يعني هو بشكل أو بآخر يكاد يكون ضمر قطاع غزة الحق أذى كبير بالمقاومة الفلسطينية وخصوصا حماس الآن أحدث اختراقات كبيرة على الجبهة اللبنانية بقتله لعدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني فضلا عن التأثير الضخم فيما يخص بنية حزب الله العسكرية كيف لنا أن نسمي كل هذا بالفشل دكتور ببساطة أنه أنت إما يكون معيارك البعد العسكري والصراع العسكري وإما يكون معيارك قتل المدنيين قتل المدنيين الذي حصل في غزة والذي يحصل الآن في لبنان هو قتل يعتبر إبادة ويعتبر مخالفا للقانون ومخارجا عن حسابات الحرب لا يدخل في ما يجري من قتل في إلو طابع القتل الجماعي طابع الإبادة أنه الآن عمال يكسر في الحرب أو أنه ينجز أي شيء وإنما بالعكس ويرتكب جريمة نكراء سوف تسجل له ويجب أن تعتبر من هزائمه وليس من انتصاراته الانتصار في الحرب هو انتصار عسكري الجيش هو الذي يحقق الانتصار في الميدان وليس بالقتل ولا بالاغتيال ولا بالاختراق فخلينا نفرق أو نحسم هذا الموضوع هل تعتبر قتل المدنيين هل تعتبر الإبادة جزءا من الحرب هل تعتبرها مقبولة في الحرب ولا بتعتبر هذا خارج مقيس الحرب وخارج القانون الدولي وبالتالي هي مدانة بحد ذاتها ولذاتها ولا علاقة لها بتقييم نتائج الحرب هل هناك هزيمة أو انتصار الهزيمة والانتصار تتقرران ليس بقتل المدنيين وإنما تتقرران بالعمل العسكري المباشر يعني في لبنان لما هو يقتل المدنيين شيء وعندما هو يفشل في أن يحتل ويتقدم عسكريا شيء آخر لذلك أنا أعتقد من الخطأ أن نخلط بين الأمرين أو أن نعتبر قتل المدنيين جزء مقرر في تقييم الحرب من ينتصر ومن يتقدم فيها بل بالعكس أنا أعتقد ضحايا الإبادة البشرية هم عنصر انتصار ضد العدو فكرة حتى الإبادة الجماعية بحق المدنيين أنت تحدثت عن القوانين الدولية على ما يبدو أن القوانين الدولية هذه مفصلة من قبل الغرب يستخدمونها وقتما شاءوا ويتركونها كما نرى وقتما شاءوا لها تفسيرات مختلفة لكن حتى في مسألة قتل المدنيين البعض يقول لك ما هو طالما أنك تعلم أنك أمام احتلال وأمام عدو لا يحترم فكرة المدنيين وقتلهم وله تاريخ كبير في هذا السياق وبالتالي أن تذهب لهذا الاحتلال وتفعل به ما فعلت في السابع من أكتوبر أو تطلق عليه رشقات صاروخية متكررة منذ الثامن أكتوبر أقصد هنا من جنوب لبنان النتيجة ستكون واضحة يعني سيأخذ الأخضر واليابس ويقتل أكبر عدد من المدنيين ويدمر أكبر عدد أو أكبر جزء من البناء التحتية المدنية إذن هذا يجب أن يكون متوقع لا هذا يعني اسمح لي فيه أنه هذا لم يكن هو الحال في السابق يعني لما قامت الحرب في الثمانة واربعين صحيح أن الكيان الصهيوني من طبيعته هي الاقتلاع وقتل البدنيين من قصد التهجير ولكنه كان حريص جدا أن يخفي ذلك يعني هو ارتكب أكثر من 75 جريمة محدودة وجزئية لتهجير القرى وتهجير المدن ولكنه أنكرها وأخفاها بعضها لم يظهر إلا بعد 30 سنين فبالتالي غير صحيح أنه كانت الإبادة شغلة سهلة وإنه متوقعة أو إذا هي حادثة هو حتى شوف دير ياسين معركة دير ياسين اللي هي صارت فضيحة كبيرة بالـ 48 أنكر أنه لو علق بها ولبسها لمنظمة الشتير الإرهابية ولشامير وبيغين لذلك غير صحيح أنه اللي بده يقاوم الكيان الإسرائيلي كان يجب أن يتوقع إبادة شاملة مثل هذه لا هذا غير صحيح هذه الآن لأول مرة تحدث جهارا نهارا وأمام الرأي العام العالمي وأمام كل الضمير العالمي والدول العالمية ومش بسيك هذا يسيء للحضارة الغربية ويسيء لأمريكا ويسيء للغرب أنت لأظن أنهم مبسوطين أنه يغطوا ويأيدوا ويسكتوا فيه قانون دولي الحضارة الغربية وتاريخ هذه الدول اسمح لي دكتور أنت أدرى مني بالتأكيد هو معلوم ما الذي فعلته الحضارة الغربية وأمريكا للهنود الحمر ما الذي فعلته في فيتنام؟ ما الذي فعلته هذه الحضارة في أفريقيا وفي أسيا؟ سامحني كل التاريخ يقول أنهم يفعلون الأمر مرارا وتكرارا ويثلتون دائما من العقاب وبالتالي عندما تذهب إليهم وتقتل منهم 1500 في السابع من أكتوبر وتهز مسألة الرضع وتركعهم بهذا الشكل على الأقل يعني بشكل جزئي يجب أن تعلم ردود الفعل لا ما فيه فارق فيه فارق كبير بأن أنك تقول أنه الذي فعلوه بالهنود الحمر والفعلوه بالأفارقة بالقرن السادس عشر هو الذي كان يفعلونه بالقرن العشرين والذي يفعلونه الآن هذا غير صحيح فيتنام يعني خير شان حتى فيتنام كانوا ينكروا أنهم بقتلوا المدنيين أو أن هذا يبرر المدنيين هذا كان كله يعمل وحاولوا وينكروه ولا يجرؤون أن يقولوا فيش قانون دولي ولا يجرؤون أن يقولوا أن الإبادة ولا المحاكم ولا حدا خلينا نكون في هذا الموضوع خطير جدا لأنه إذا إحنا قبلنا أن الإبادة شيء عادي وشيء مقبول ويمكن أنه يمر شيء نحن لا نقبله هم يقبلون ذلك هم قابلوا ذلك بالفعل لا يستطيعون أن يقبلوا لا يستطيع جيب لي تصريح واحد يقول نحن مع الإبادة هم ينكرون أنه في إبادة لا يجرؤون لا هم ينكرون أنه في إبادة هذا في فرق في فرق بينه أنه يقول أنا زي ما بعمل نتنياهو أنا مع الإبادة ويفتخر فيها وعلنا وما يهمه دكتور النتيجة واحدة لا مش النتيجة واحدة النتيجة مختلفة لأنه في فرق بينه أنه إحنا نصر أنه كان يضل في قانون دولي ويحترم ولو شكلا بينه أنه إحنا نيجي نقول ما في قانون دولي في إبادة كل من من إيده إليه وشتغله يا عالم يعني أنت يا إما بتقرر أنه تبني تعود إلى الغابة حتى ليس للغابة المعروفة إلى غابة وحوش من نوع جديد يقرب الإبادة وإما أنك أنت تكون تدافع عن القانون الدولي وتعتبر العمل هذا عمل إجرامي ومدان ولا يجوز التعامل معه بأي شكل من الأشكال أنه مقبول لا شكل خطيرا لأنت تتصور أنه هذا إذا بده يتقرر هذا بده يقرر أنه هل إحنا في عالم يحافظ على الأقل يعني يحافظ على العد الأدنى من الأصول المتعلقة بالحرب ومن العلاقة بالمدنيين والمحاكم ما بصير هذا ما بصير تلغية وتقول لا والله اللي عم بعمله تانيه هو القانون وهو الدارج وهو اللي بن المشي وهو الذي يجب أن نخضع له لأنه إذا أنت بهذه الحالة يصبح المقاومة أعرف كيف غير مشروعة يعني أو هي مخاطرة أنا لن أقول لك ماذا يقول الإسرائيلي سمحني في المقاطع لن أقول لك ماذا يقول الإسرائيلي هم يقولون ما شاءوا طبعا هم يعني في وضع حرب إلى آخر وهم مدانون بالعبادة الجماعية بالأمس وأول أمس كانت هناك وزيرة سابقة تابعة للسلطة الفلسطينية على إحدى القنوات العربية ماذا كانت تقول هذه الوزيرة الفلسطينية كانت تقول أن 7 أكتوبر نكسة أن ما فعلته حماس في 7 أكتوبر هو ما أدى إلى ما أدى إليه من قتل لعشرات ولا ربما مئات الألف بين يعني شهداء ومصابي هذا ما تقوله وزيرة فلسطينية سابقة هي مخطئة ونذلة لا هي حق لها لا اسمحي أنا مش عارف من هي هي مجهولة يعني مش عمال طب نتحفظ يعني تبقى معلومة للناس لو دوروا طب يا سيدي مش هاي المشكلة المشكلة أنه كل شخص يحاول أن يربط بين طوفان الأقصى باعتبارها مقاومة مشروعة وجزء لا يتجزأ من المقاومة ويعتبرها هي المسؤولة عن الإبادة هو أن بعطي سبب للإبادة يشرعها الإبادة لا يجوز أن يحتج بها لأي طرف حتى لو أنت تعرضت للإبادة تعرضت للإبادة ثم قمت بالإبادة أنت مدان حتى أنك إذا رديت على إبادة على إبادة لا يصبح عملك مشروعي يعني الإبادة غير مقبول أن يعطى لها أي مبرر من أي نوع ولا أي مبرر فإذا كانت مقاومة مشروعة كيف أنت تسترجع تقول هذا الكلام لأنها ليست مآمنة أن هناك مقاومة دعني من مشكلتها من حيث المبدأ لازم نقرر أننا لدينا مقاومة في أصول الحرب في أصول القتال يفترض أن تحترم وهذه جرت عليها العادي بصورة عامة يعني ليس أول حرب ندخله في غزة هناك أربع حروب ست حروب سابقة صارت نصر في إبادة بهذا الشكل أبدا ولا يجوز ولا يجوز خليه لنا نقرر هذا المبدأ أن المبدأ من ناحية قانونية مبدأ الإبادة لا يبرر ولا يسمح أنك تقول هذا بسبب هذا لا أحد يبرر أنا وأنا أتحدث معك لا أقول تبرير لكن نحاول أن نقيم بقدر كبير من الموضوعية 7 أكتوبر ونتائجها وتداعيات 7 أكتوبر لأن بعض يقول لك إذا ذهبت إلى إسرائيل وأنت من بدأت بالعدوان وحسب ما قالوا أنت كسرت أن في إسرائيل في هذا اليوم في 7 أكتوبر أو قعت ما كان يقال عن هذه الدولة التي لا تهزم وعن مخابراتها التي تعلم كل شيء وبالتالي النتائج وردود الأفعال بالتأكيد ستكون معلومة لا مش معلومة مش مسؤول أنا عنها افرض هو راح ضرب قنبلة نووية أنا مش مسؤول عن قنبلة نووية أنا بحارب حرب مشروعة في قانون دولي وفي مبادئ أنا بتقيد فيها أنا بكسب المعرك السياسي والأخلاقية الآن هو بقرر يرتكب الإبادي ويدوس على القانون الدولي فليفعل ذلك بالنسبة له ويدان ويجرم وما أقبل لا من فلسطيني ولا من وزيري فلسطيني ولا من أي شخص حتى من الكيان الصهيوني أن يقول أنه أنا إلي حق أعمل إبادي هي في فكرة أساسية بالقانون الدولي انتبه عليها هذه المستثناء يعني بتعرف أمريكا في الحرب العالمية الثانية قصفت قصفت مستشفى اضطرت تعتذر ودعت أنه عملته بالغلاط تسترجيش أمريكا تدافع على ضرب مستشفى ما تسترجي لأنه في قانون دولي ياما أنت بتحترم ياما بتلغي العلاقات الدولية خلاص خلينا أقول لك هما ما بيحترموش القانون الدولي ولا أمريكا ولا أوروبا داست هذا القانون الدولي خلاص انتهت مسألة القانون الدولي والموثيق الدولية والأمم المتحدة كل ذلك ديسة لمدة عام كامل تحت الأقدام فبيننا وبينهم لا بيننا وبينهم العدالة من يقف يكسب العدالة من يكسب القضية من يكسب السياسة والأخلاق بيننا وبينهم أن يدانوا ما عليش مؤسسات العدالة هي هم من صنعوها هم من وضعوا قوانينها لا مش هم اللي صنعوها هم كانوا جزء من اللي صنعوها هذه واضطروا يصنعوها وهذه شغالي إلى علاقة بالوضع عالمي بصير شي تقول أنه هذا القانون الدولي ما له قيم لأنه هم صنعوه بحق أنهم يلغوه لا القانون الدولي ومثاق هيئة الأمم المتحدات شيء هذا إحنا بنتمسك فيه وبندافع عنه ولا بحق لنا أن نقر أنه الناس يدوسوا عليه أنه آه والله معهم حق لا يا أخي هذا المنطق إحنا لازم ندمره ولازم نعلن علنا إحنا ضده وندخل معهم في معركة إحنا بنا نكسب مش بس المعركة العسكرية إحنا بنا نكسب المعركة السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي ماذا تقول بشكل واضح وصريح لمن يحملون المقاومة الفلسطينية وحتى المقاومة اللبنانية ما حدث للشعبين حتى هذه اللحظة كلهم أنتم مخطئين إذا بتحملون المسؤولية أنتم على خطأ شديد خطأ أخلاقي كمان مش بس خطأ سياسي كلهم أنتم عينكم إذا تعتبروا أن العمل الإجرامي وتعتبروا قتل المدنيين مشروع لأنه حدا بدافع عن وطنه ضد غزاء هذه وين صارت؟ طيب ما هي أمريكا عملت حرب مع الإنجليز لما هي أجد تتحرر مقاومة الاحتلال قانون دولي ومتفق عليه والأعراف الدولية مش صحيح حتى هم هلأ كل المقاومة اللي كانت قايمة ضد هتلر والنازية بيعتبروها شرعية وما بيبرروا للنازية أن تعمل إبادة فكيف أنت هنا بدك تقبل بأنك تعمل إبادة وتعتبرها شرعية يتفضل ما هو كمان أنا المعركة بيني وبينه ليس أتبس معركة أسكرية أنا بهمني أكسب المعركة الأخلاقية أنا أتمنى أن يتسع صدرك أنا متتسع صدرك لأنني أنا أحاول أن أتلعك كل ما يقال في هذا السياق لأن البعض يأقول لك طيب يوم 6 أكتوبر كان الوضع في غزة وفي فلسطين يبدو أفضل للمدنيين يبدو أفضل حتى للمقاومة الفلسطينية التي كانت يعني جزء كبير من مقدراتها تحفظه كان يبدو أفضل الآن بعد عام لحزب الله كان قيادة حزب الله يعني حية ترزق على رأسهم السيد حسن نصر الله فيقول لك دعنا نقيم بشكل موضوعي وواقعي الحال الآن أن المقاومة كما يقول البعض في أضعف أحوالها الحال الآن أن إسرائيل أخذت مبرر لكي ليس فقط يعني تدخل إلى غزة والآن إلى لبنان وتضرب سوريا ضربتها منذ قليل والعراق والآن تفكر في ضربة مباشرة لإيران طب مش هذه الوجهة النظار أنا أقول لك بشكل تاني نحن الآن في أحسن حالاتنا في أحسن حالات كمقاومة لما أنا سنة كاملة أدخل في حرب كمقاومة في غزة ضد الجيش الصهيوني بيقضيه وقضيضه ما يقدرش ينتصر علي عسكريا انتبه ما ينتصرش علي عسكريا أنا عسكريا لسه يدي طولة كل يوم أنا عمل أتفوق علي عسكريا هو أجأ لجأ إلى قتل مدنيين يعني أنت ما أعتقد أنا ربحت المعركتين مش معركة وحدة واللي بيقول أنه حتى حزب الله الآن وضعه يعني سيء لا الآن حزب الله عاد زمان من المبادرة وراح يكيلهم يعني كيلين فأنا اللي بقول لك يا شيء تاني بالنهاية المهم نهاية هذه الحرب مين يبتسم فيها ومن ينتصر فيها وأنا أؤكد لك أننا سننتصر في هذه الحرب وسننتصر وستكون غزة تحت حكم السنوار تحت حكم السنوار؟ اسمح لي دكتور اللي بيسمع لكي ممكن يقول الدكتور بيبالغ كيف ستنتصر هذه المقاومة البسيطة بعد كل ما فقدته أمام هذه الآلة الجبارة الإسرائيلية وهي ليست آلة جبارة إسرائيلية هي آلة عسكرية أمريكية أوروبية وبلا حدود كيف ستنتصر هذه المقاومة البسيطة في حماس وفي حزب الله وفي العراق وفي سوريا على هذه يعني على الولايات المتحدة الأمريكية يا أخي أحمد كيف تسأل كيف أنا بقول لك 12 شهر إلنا وإحنا منتصرين 12 شهر الصمود شي يا دكتور والانتصار شي بقولت لك صمود إحنا 12 شهر إلنا ندخل في معارك اشتباك يومية وصفرية جيب لي معركة اشتباك واحدة جاء الكيان صيوني منتصر فيها بينما أنا بقول لك كل المعارك إطلاقا إطلاقا اللي صارت فيها اشتباكات صفرية كانت منتصرة فيها المقاومة وخلال 12 شهر يد المقاومة عسكريا أنا بحكي عسكريا بحثين هي العليا وإنه الجيش الصهيوني لحد الآن لم يستطع أن يدخل إلى الأنفاق أو يقضي على المقاومة ولحد الآن هي يدها العليا وأنا بقول لك مش بسيك وإحنا رح نتلاقها إن شاء الله رح نتلاقها هنا وفرجيك هم اللي رحين هزموا هم وأمريكا لأنه هذا اللي عم بصير هذا اللي عم بصير أصل هو النهزام بإسرائيل ده يعني نهايتها يا دكتور لا على الغرب يعني من يوفر صرائيس المزراء الفرنسي السابق مبلح الكلمة تصريح خطير للغاية قال إذا سقطت إسرائيل سقطنا جميعا يقصد الغرب مش بدهم الحرب هو مش بدهم يستمروا أنا برأيهم كان المفروض يسلموا ويقروا بانتصال المقاومة من أشهر واستمروا بالعناد هذا اللي أنت بتحفيه إنه مش قادرين يسلموا فيه طيب لا إيمتا مش يا إحنا هلأ بنشتغل بعض الأصابع خنشوف مني يصرخ هيا أنا بقول لك فيه تحدي إحنا مجدون بارح أبو عبيد أقلهم تفضلوا إحنا مستمرين وتفضلوا خنشوف وأنا برأي العالم كله وأمريكا كله عم بيخسروا مش عم بربحوا أعرف كيف أيوا الجانب الأخلاقي والإنسان لا 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 المادي المادي بتعرف أنت أنه مخازنهم في ضياط مخازنهم من المتعي بيجيبوا الأسلحة دي منين لا مش الإسرائيليين الأمريكان الأمريكان مخزونهم الاستراتيجية عم بيخسر وأمريكا مضطربة أنا بقول لك حتى بموازن القوى بموازن القوى العامة هي لما صلحتنا أعطيك بس أمريكا مش هي القوى الرئيسية اللي أنت بتحكي عنها أنا هلأ عم بثبت لك أنه الآن أمريكا في وضع ضعيف ومهتز يعني في عندهم صراع الآن بين ترامب وبين هاريس بقول لهم ترامب إذن ربحة هاريس أنا بدي أن نزل الدم في روس أمريكا شو هاي نعم أنا سمحت هذا الكلام لكن هو قاله قبل ذلك وسطان يتم يعني يتم لا أريد أن أدخل لا ومش بسيك ومالك تمان مش بسيك هاريس مين العمال اللي يدعمها ضده الدولة العميقة يعني فيه داخل متفكرش وضع أمريكا مرتاح وبعدين هذا المعتوه لما بيكون رئيسها بهالضعف وبهالشيخوخة أنت بتقييمك لموازين القوى لا يجوز أن لا تلحظ أنه هذه دولة عمالة تكون مرتبكة مش قادرة تأخذ قرار وهذا علامة ضعف كيف الدول تضعف كيف تقدر الدول تضعف أنا بالنسبة إلي بقيسها بمقيس مادية ما تفكر أنه أنا عمال أزايد ولا بصرخ لا أنا أعرف أنه كلامي اسمعلي يعني أنا أعرف عسكريا كيف تقاس موازين القوى يعني أقول لك خذ الجيش الإسرائيلي الجيش الآن الآن إليه عشر تيام بده يحتل مئة متر في جنوب لبنان مش قادر بيحفتل هيك الجيش الجيش الإسرائيلي كان ما تشوفه إلا يلتف حولك ويحتل المنطقة ويقرر هذا مش جيش عسكري يعني نتنياهو ده سؤالي الأخير نتنياهو لن يستطيع تحقيق أدافه لن يستطيع تغيير موازين القوى أن يقضي على المقاومة وعلى يعني كما يسميها البعض رأس المقاومة إيران في نهاية المطقة بدلا حط لم 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 إننا نحن نحكي عن سنة نعم وقال لك خلال السنة لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه لم يستطع أن يهزم المقاومة لم يستطع أن إلا شيء واحد استطاع أن يفعله هو ارتكاب الإبادة البشرية إبادة الناس والهدم وهذا ليس انتصارا هو ليس انتصارا لو هذا بالعكس مش نقله ومقبر له ولسمعته ولمستقبله لذلك أنا حتى لما أقول لن هلأ بعد اللم بس سند على لم وبس سند على سنة أنا الوقائع والحقائق عندي مش اللي أنت عم تحكي أنت اللي عم تحكي سمعي هنا مع الاحترام أنا أعرض عليك ما يقال فعلا محام الشيطان أنا محام الشيطان وصعبة يا حتى محام الشيطان لكن أعرض عليك ما يقال طبا فأنا عم بقول لك يا ها أنه أنا مستند على سنة كاملة من حرب مواجهة صفرية يومية وأنا بقول لك المقاومة عم بت يعني ساعدها اشتد أكثر في بعض النواحي عرفتين نانتانياهو لم يحقق أي هدف من أهداف وراح على لبنان تعرف قبل أسبوع كان نتانياهو يتحدث بتغير خريطة شرق الأوسط مبيرح أول مبيرح شو بقول بقول هدفنا نعمل نهضة تصور وين الشرق الأوسط وين بدك تروح تحت الشرق الأوسط تغير خارطه أنت الآن صردك تعمل نهضة في إسرائيل يعني واضح إذا تمسكها بدقة أنه نتانياهو عمال يخسر وتراجع ولا لا يملك إلا العناد والعناد الطفولي العناد المخالف لموازين القوى هو موازين قوى لا العالمية ولا الإقليمية لمصلحته هو قللك شوف الورطة الثانية هو كان داخل في غزة ومفروض في غزة هو يحسن معركته راح يتورط الآن في لبنان وتورط مع إيران يعني هو مش عم بتقدم عم بتكبر عليه هو بنفسه عم بتركب حمقات لأنه مش قادر يحقق إنجاز يعني هو لو استطاع يحقق إنجاز في في فلسطين ما كان أشي على لبنان بهذه السولة فأش عم بهرب عم بهرب وعم ما ليهزم وتشوف الحقيقة الحقيقة مش إنه والله أنا عم ببالغ أنا ببني على وقائع قل لي إنه في المكان اللي فلاني قل لي إنه هلأ في لبنان عم بتقدم هو نجح بشغلة وحدة بالاغتيالات وبالاختراقات وبقصة البهجر وهذه كلها أعمال لا تغير في ميزان القوى ولا تعبر عن عمل الجيش الذي يحسم الحرب هو الجيش إذا الجيش ما إدرش يحتل ويفرض إرطة يعني هو عم بنهزم ترجمة نانسي قنقر